اكتب بقى وصلنا للتعبير عايزين كده نلحق نقول فيه حاجة اكتب في ملازين عن سطر واحد تعليقا على الصورة التالية تعبر فيها عن القيمة التي تشير اليها مراعيا سلامة اللغة تعال كده نشوف قدامنا كده الصورة هي طبعا دي صورة تمشيا مع الاحداث الجارية اللي احنا فيها صورة اشخاص طبعا فيها اشارة ان هما طبعا من كل يعني مثلا ان فيه شخص عربي وشخص اخر من اي جنسية اخرى المقصود هنا انه عايز اتكلم على العالم كله ووراهم طبعا الفيروس اللي ايه الشهير طبعا اللي هو اصبح اشهر حاجة اللي هو بندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر ويحفظ العالم كله من ايه من هذا او من خطر هذا الفيروس طب الصورة دي ايه القيمة اللي اديتها لك خد بالك بقى انت هتكتب ملهاش اجابة نموذجية يعني انت هتقول كل اللي يخطر على بالك يعني فيه طالب كده هيبص هيقول لك ايه الوقاية خير من الايه من العلاق صح هو شاف كده انه هيقول الوقاية خير من العلاق البس الكمامة او ارتدي الكمامة حتى لا ايه حتى لا تتعرض للاصابة طالب تاني هيقول حاجة تانية طالب تاني قال لك ايه اتباع التعليمات الصحية يحميك او يجنبك خطر الامراض اجابة صحيحة اكتب كل ما يصل الى ذهنك او يصل الى خاطرك عن هذه الصورة او تراه يعبر عن هذه الصورة تعبير الوظيفة طبعا بيجي ممكن تعليق زي دوت ممكن ييجي اه حاجات كتيرة قوي ولكن اشهرهم طبعا التعليق والاعلان وممكن يبقى الايه الدعوة احنا المرة فات قلنا اعلان وما عملناه لو فيه وقت ان شاء الله هنعمله بس بعد ما ناخد الموضوع الاجباري او عفوا الموضوع المقالي اللي هو التعبير الابداعي اكتب فيما لا يقل عن عشرة اسطر ولا يزيد عن خمسة عشر سطرا عن برضو موضوع احدى الساعة المحافظة على البيئة واتباع الارشادات الصحية السليمة اولى الخطوات لحماية ارواحنا وصيانة ايه وطننا يبقى هنا لحماية ارواحنا وصيانة وطننا ان احنا نحافظ على البيئة نتابع الارشادات ايه الصحية عايزك تفهم انت لما بتيجي تكتب موضوع تعبير يعني حاول تبص كده معايا لما تيجي تكتب موضوع تعبير هو طلب مني ايه طلب مني ان انا اكتب موضوع فيما لا يقل عن عشرة أسطر ولا يزيل عن خمسة عشر سطر يبقى المعلومات اللي عندي كده ان هو من عشرة لإيه لخمستاشر نحاول نجيب لأبنائنا كده الصورة عشان نكتب يبقى من عشرة لإيه لخمستاشر صحي كده يبقى انت ما تقلش عن عشرة وما تزودش عن خمستاشر احنا قلنا بنكتب في التابلت هتكتب في التابلت بالطول هتكتب في العرض انت موضوعك تقسمه على هيئة فقرات يعني ادي مثلا التابلت هو كده وليكن عندي المربع دوت ده هو التابلت هتيجي تبدأ انت كده هنا هتسيب مسافة كلمة دي مش هتكتب فيها حاجة فأول فقرة اللي هي البيضة ديت اللي هي بداية الكلام وتبدأ تكتب من أول بقى ايه هنا الكلام اللي انت هتكتبه مش لازم انت يعني لو عمل بالتابلت بالعرض مش لازم تعمل للآخر مهم الكلام يبقى متواصل خلصت ها جيت في الفقرة ديت او انت عمقسم موضوعك لأفكار خلصت خلصت الفقرة الأول دي تحط نقطة وتبدأ من الاول وفي الاول برضو هتسيب لي مسافة ايه كلمة وتبدأ تكتب وهكذا يبقى هنا آآ جماليات الموضوع بتاعك او اساسيات كتابتك للموضوع ان انت لازم تكتب موضوع التعبير بتاعك على هيئة فقرات لازم تراعي تراعي ايه لازم تراعي علامات ايه الترقيم طيب هنا تراعي ايه كمان تراعي الاخطاء النحوية يعني تراعي حتة الاعراب رفعا ونصبا وايه وجرا يفضل طبعا في الموضوع بتاعك لو استشهدت مش بمقدمة من المقدمات المشهورة اللي معروفة ان الطالب نائلها ولكن تستشهد بقاية قرآنية تستشهد بقول مأسور ببيت شعر المهم ان انت تحاول تدي للموضوع بتاعك دوائر قوة وسلطان يعني ايه دوائر قوة وسلطان يعني بتعزز الموضوع بتاعك بالايه بالايه بالالفاظ وباقوال يعرفها الايه المصحح حتى يعطيك اعلى الدرجات وفي نفس الوقت تخدم فكرة الموضوع وما ينفعش تجيب لي اقوال ما لهاش علاقة بالايه بالموضوع زي الطالب اللي حافظ حاجة بيحطها في كل ايه في كل موضوع طيب تعال كده لو جالك الموضوع احنا عرفنا لو جالك تعليق المرة اللي فاتت كنا ايلين اكتب اعلان عن ندوة تقيمها مدرستك بعنوان تكنولوجيا التعليم مدكش غير هزي المعلومات فانت كده تعال اشوف لو هتكتب اعلان عن ندوة هتكتب فوق كده هنا كلمة اعلان طبعا انت مش هتسطر على التابلت عشان انت بقى فاهم مش هتقدر تسطر ان انت تعمل مربع او الكلام ده هتكتب اعلان هو قال تعلن ايه مدرستك او تعلن المدرسة يبقى تقول له كده تعلن مدرسة ما ننفعش ان انا ما ننفعش ان انا اكتب اسماء مدرسة كزا مش هكتب اسم ايه المدرسة عن عقد ندوة عن عقد ايه ندوة اللي انا قلتها بعنوان انا ادتك العنوان اه يبقى بعنوان ايه تكنولوجيا الايه التعليم صح كده وذلك يوم لازم تحدد ما انت مش تعمل ندوة وخلاص كده وذلك ايه يوم يوم كزا يعني اليوم ده السبت الحد اللي اتنين مش هتحدده الموافق كزا برضو مش هتحدد الايه اليوم دوت موافق ايه مثلا انت هنا عامل ندوة هنا السؤال ما اوضحش هل هي ندوة عن تكنولوجيا التعليم ندوة عامة للمجتمع حواليك ولا للمدرسة فاحنا نتعامل على انها ندوة خاصة بالايه بالمدرسة الموافق كزا وذلك ماشي في الحصة ايه كزا الحصة التالتة الرابعة الخمسة انت مش هتحددها ايه في الحصة كزا ممكن بقى تقول بقاعة الندوات او ممكن تقول بمكتبة الايه المدرسة طبعا ده نشاط داخلي يبقى مفيش داع غير اننا اكتب بقى تحتيه التوقيع بتاعه هقول جماعة الايه الندوات مش هقدر اكتب هنا الدعوة عامة طالما انا عامله داخل المدرسة لسبب واحد اننا هعمله في الحصة ديت يبقى هنجيب الفصول اللي هي مش فصول ان هي عليها حصص مثلا اساسية لا لو فيه فصل الفصل دوت او اختار من كل فصل عدد من الايه من الطلاب اتنين مثلا من الطلاب او من الطالبات وهم بعد كده يبقى بدورهم يحدسوا او يكلموا زملائهم في احدى الحصص عن موضوع الايه الندوة عشان خاطر ما اخلش بالنظام اليوم الايه الدراسي لازم تفهم الحتة دي طيب ده كان نموذج الاعلان جالي نموذج تاني قال لي دعوة اكتب ايه دعوة قالك مسلا اكتب ايه دعوة لحضور مجلس الاباء بالايه بالمدرسة خلاص احنا ليه بنواجه كل كلامنا عن المدرسة عشان خاطر احنا بتتكلم في التعليم يبقى بالتالي انا بتعامل معك طالب يبقى طالب يبقى هنا مكانك او محل اقامتك العملية هنا لايه المدرسة فقالك دعوة مسلا لمجلس لايه الاداب لمجلس عفوا لمجلس الاباء طيب هعمل ايه بقى هكتب كده السيد هكتب طبعا في وسط السطر فوق الدعوة وهاجه هقول السيد ماشي نقط ولي امر او بلاش الشرطة ديت السيد ولي امر الطالب نقط لان انا هنا كده ببعد دوت مع الطالب يوديه لولده تحية طيبة وبعد لازم ادي له التحية بتاعته تحية طيبة وبعد خلاص هنقول بقى كده ايه اه تتشرف مدرسة كذا بدعوة سيادتكم لحضور ماء اجتماع مجلس الاباء وذلك الحاجات بقى اللي انت عارفها يوم كذا الموافق كذا ماشي ممكن نقول هنا بقاعة الايه بقاعة الاجتماعات في حاجة عايزة اقولها بقى مهمة اوي لحضور مجلس الاباء قبل ما اقول وذلك يوم كذا الموافق كذا ممكن اقول هنا ايه ممكن اقول لمناقشة جدول الايه الاعمال او لو عندي نقطة بس هو الافضل يقول لمناقشة النقاط الوردة بجدول الاعمال بس هنا بقى لما اجي هوقع هوقع هنا توقعين بقى اختلفت هنا الامور مجلس اباء يبقى ممكن اقول كده هنا الاخصائي ها الاجتماعي على اساس هو اللي مسؤول عن الحاجات ديت وهنا مدير الايه المدرسة بحط توقعات لا بحط كده ايه شرط ممكن كده انا جبت لك اشهر تلات ايه حاجات خد بالك بقى يعني حاجات بسيطة كده نتكلم فيها اه قبل طبعا ما تنتهي حلقتنا المفروض ان انت دلوقتي من النهاردة كده خلاص الامتحان بكرة ان شاء الله انت ما عندكش اي حتة